بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلم بكم مع أعزائي طلب التصرف الخامس العلمي وأنا ألتقيكم في درس جديد من دروس الرياضيات الحلقة السابقة وصلنا إلى الدوال الدائرية فأخذنا تمارين خمسة أربعة والآن سنكمل الموضوع الذي هو موضوعنا الزوايا المنتسبة الزاوية المنتسبة عزيزي الطالب هي تعريفك كما يلي أنه تعريف يقول إذا كانت ثيتا قياس زاوية حادة هاي إذا كان ثيتا قياس لزاوية حادة فأي زاوية قياسها على الصورة أن في تسعين ناقص أو زاية ثيتا حيث أن هو عدد صحيح غير السالب يعني هذا تسمى زاوية منتسبة للزاوية الحادة التي قياسها ثيتا التعريف دي واضح عزيزي الطالب أنه بإمكان أي زاوية منتسبة أنه بإمكاننا أنه نرجعها إلى الزاوية الحادة الزوايا الحادة بالمثلثات اللي هي الزوايا الخاصة اللي أخذتوها سابقا أعدكم الزاوية الثلاثين والخمسة واربعين والستين فإحنا هاي الزوايا اللي هي الزوايا المنتسبة للزوايا الحادة رح نحاول جهد إمكاننا أنه نرجعها إلى الزوايا الحادة شنون؟ مثلا عندنا إحنا الزاوية مثل الزاوية مية وخمسين هاي الزاوية مية وخمسين هذه زاوية منتسبة إذا ردنا نرجعها إلى زاوية الخاصة أول شي نحدد الربع اللي هي واقعة به مثل ما نعرف إحنا أنه قياسات الزوايا تبدي بالصفر بعدين بالتسعين هذا الربع الأول وبعدين من التسعين إلى مية وثمانين هذا الربع الثاني وبعدين بين مية وثمانين إلى ميتين وسبعين هذا الربع الثالث ومن ميتين وسبعين إلى ثلاثمية وستين هذا الربع الرابع فأول شي نجي نحدد الزاوية المنتسبة بها ربع واقعة إذا نلاحظها المية وخمسين واقعة بين تسعين والمية وثمانين إذن هاي هي واقعة بالربع الثاني فمن يكون واقعة بالربع الثاني أما نقول للمية وخمسين هي جاية من اثنين في تسعين اللي يجير قياسها مية وثمانين ناقص الزاوية الحادة اللي هي تقد ثلاثين هاي المية وخمسين درجة نقولها هي جاية من اثنين في تسعين لأن الآن نعتبرها تسعين اثنين في تسعين ناقص الثلاثين لأن هاي مية وثمانين مية وثمانين ناقص الثلاثين هاي او او نقدر نقولها انه المية وخمسين جاية من واحد في تسعين زائد هاي تسعين جاية نزيد هي اللي صير مية وخمسين زائد ستين اللي هي راح أصير تسعين زائد ستين اذا هذا القياس مية وخمسين لو هيك نحوله لو نحوله لهذا بهالصورة يعني لو نقولها تسعين زائد ستين او نقولها مية وثمانين ناقص الثلاثين هاي بالنسبة للزاوية مية وخمسين اذا اجدت الزاوية مثلا ميتين واربعين ميتين واربعين هاي زاوية ميتين واربعين اذا تلاحظوها واقعة بالربع الثالث لان هي صارة بين مية وثمانين وميتين وسبعين اذا هاي الميتين واربعين لون قلة جاية من اثنين في تسعين وزائد لان هاي مية وثمانين جيدا نزيد هاي الزاوية ميتين واربعين ستين اذا هيا جاية من مية وثمانين زائد ستين هاي الميتين واربعين او نقولها الميتين واربعين تساوي التسعين اذا ضربناها في ثلاثة الصغير ميتين وسبعين يعني هي أنت عندك 270 يعني أنت 240 محصولة بين 180 و 270 180 جاية 90 في 2 وجيد زيدها يلا سيكون 240 60 أو نقولها جاية من 240 هي جاية من 270 270 مين جاي بالأصل 3 في 90 ناقص نطرح من 270 يلا سيكون 240 30 إذن هذه جاية من 270 ناقص 30 وبالنسبة لهذه هي لون قلة بين 180 و90 يعني 180 جاية 2 في 90 نطرح من عدة 30 يلا سيكون 150 أو 90 في 1 زائل 60 يلا سيكون 150 كذلك إذا أجدت هذه الزاوية شوفوا 300 وين محصورة بين 270 و 360 إذن هذه إذا أخذناها 360 يعني معناتها 90 في جاية يلا سيكون 360 في 4 ناقص 60 على موجة سيكون 360 ناقص 60 يطلع 300 أو نأخذ هذه يعني لون يبدو بناء لين هي صالة بربعة الرابع لون نأخذ 360 لون نأخذ الـ 270 يعني 300 إذا قلنا على الـ 270 اعتمدنا نقولنا 90 فيه 3 زائد 3 يعني هاي الـ 270 زائد 3 إذن هذه هي الزاوية المنتسبة للزاوية الحادة أعيدها مرة ثانية هذه عزاء الطلبة إحنا من تجينا أي زاوية نحدد أول شيء ربع اللي واقع بها الزاوية مثلا أخذنا 150 قلنا بين 90 و180 إذن هي بالربعة الثانية إذا اعتمدنا على المية وثمانين نقول للمية وثمانين فيش قد التسعين فيش قد نضربها يلاسير 180 فيه 2 زي المية وثمانين يش قد نطرحها يلاسير 150 30 إذن هذه زاوية منتسبة للزاوية 150 إذا اعتمدت على التسعين التسعين فيش قد أضربها يلاسير تسعين هي واحد والتسعين جد أضيفها يلاسير تبقى 150 أضيفها 60 إذا جدت الزاوية 240 240 وقع بربعة الثالث فلو أقول للمية وثمانين لو أقول للمية وثمانين يعتمد لو أعتمد على هاي لو أعتمد على هاي إذا اعتمدت على هاي المية وثمانين هي جاية في عفو على المية وثمانين إذا اعتمدت بالنسبة لهاي إذا على المية وثمانين أقول للمية وثمانين جاية تسعين فيه 2 90 في 280 إجراء أضيفي له يلا تصير 240 أضيفي له 60 إذا اعتمدت عن 270 270 من جاية 90 في 3 إجراء أطرح من عدها يلا تصير 240 أطرح من عدها 30 لأن 270 ناقص 3 يطلع 240 إذا جدت زاوية 300 300 واقع بالربع الرابع محصورة بين 270 و 360 إذا اعتمدت على هاي هاي جاية من حاصل ضرب 90 في 4 لانتطين 360 360 نطرح 60 يلا ستصير 300 اذا هذه هي الزاوية منتسبة لزاوية 300 وذا اعتمدت على الـ 72 لـ 300 جاية من 90 في 3 على مصري 270 270 ازيلها 30 يلا تطلع النتيجة 300 اذا هذه هي ايضا زاوية منتسبة للزاوية الحادة اللي هي 30 فهذه هو التبسيط الزاوية المكتسبة يعني معناها انه اذا اجتني الزاوية انها نقدر نعمم التعريف اي عندما تكون الزاوية بصورة 90 ناقص ثيتة او تسعين زائد ثيتة او 180 ناقص ثيتة او 180 زائد ثيتة هذا بالربع ارتي بلكم اياها يعني هنا هذه يعني بالنسبة للاربع من تكون بالربع الثاني لو راح تكون تسعين زائد الزاوية ثيتة او 180 ناقص الزاوية ثيتة هذا بالربع الثاني لان هي محصورة بين تسعين ومية وثمانين فلو نقولها تسعين زائد الزاوية الحادة او نقولها 180 ناقص الزاوية الحادة بالربع بالربع الثالث لو نقولها 180 زائد الزاوية او 270 ناقص الزاوية الحادة هاي بالربع الثالث اللي هي هذه لو 180 زائد الزاوية الحادة او 270 ناقص الزاوية الحادة اما بالنسبة للربع الرابع الرابع لون قلة 270 زائد الزاوية الحادة أو 360 ناقص الزاوية الحادة يعني معناها هذا بالربع الأول هي نفس الزاوية ناخذها بالربع الثاني لون قلة 180 أو 90 زائد الزاوية أو 180 ناقص الزاوية الحادة هاي 90 وهاي 180 وهاي عندك الصفر بالربع الثالث بين 180 و 270 فلون قلة 180 زائد الزاوية الحادة أو نقول له 270 ناقص الزاوية الحادة بالنسبة للربع الرابع تكون محصولة بين 270 و 360 فلون قلة 270 زائد الزاوية الحادة أو نقول لها 360 ناقص الزاوية الحادة هاي هي بالنسبة هاي الزاوية المنتسبة للزاوية الحادة هذه هي الفكرة ما الزاوية أو نقدر نقول لها مثلا هنا بالربع الرابع وقلنا 360 بالربع الأول طبعا هي لو ثيتا وبالربع الأول هي لو زاوية ثيتا نفسها لو 360 ناقص الزاوية ثيتا 360 زائد ثيتا لأنها ضفنا لها الزاوية الحادة راح أصدر بالربع الأول هذه بالنسبة إذا كانت أكثر من 360 يعني من 360 نكون أكثر من دورة هذه بالنسبة لفكرة الزاوية المنتسبة طبعا إذا أجدت الزاوية أكثر من 360 نانا ملاحظة عندما تكون الزاوية قياسها أكبر من 360 يعني 2π نقدر نقول فأما نطرح مضاعفات أو فإنه نطرح مضاعفات 360 أو مضاعفات 2π يعني مثليش مثلاني عندي زاوية خلي نقول 420 هذه أكثر من 360 فأيش أقول له أقول له جاية من 360 زائد 60 يعني هذه هذه إذا حولتها تقدرون تقولون هذه قياسها يساوي 60 درجة لل420 هو قياس للزاوية 60 نفسها لأنه هنا الأربعمية وعشرين جاي من 60 زائد 300 زائد 60 360 نعوفها لأن هذه مضاعفات الدورة فنأخذ إحنا الزاوية الحادة اللي هي 60 أو مثلا عندنا هاي الزاوية 700 مثلا وخمسين درجة هاي مين جاية جاية من 360 بس لازم نضربها في 2 لأن سبعمية وعشرين سبعمية وعشرين زائد 30 لأن هاي سبعمية وعشرين درجة زائد 30 إذن هذا هو قياسه 30 درجة يعني 750 درجة هو قياسه نفسه القياس لـ 30 درجة أما إذا جدت مضاعفات 2 باي مثلا جدت خلي نقول 9 باي 9 باي مثلا على 4 5 هاي 9 باي احنا هنا هاي دا وضحها بس دا توضيح لذا جدت من القياس الدائري هاي نيجي نقول الأربعة باي على أربعة عندنا هاي الجيد إذا قسمت 9 على أربعة جيد الصير 8 باي على أربعة أو أقول الأربعة الأربعة في جيد أضربها كم 2 باي أضربها وبحيث يطلع الجواب 9 فهذه يمهى أخلي 2 باي لأنه 4 في 2 باي هو 8 باي زاعد باي يرجعلي 9 باي على أربعة هذه يعني أنا أخلي يمهى 360 طبعا أنا دائما أعتمد على 2 باي هي أعتبرها الدورة الكاملة فالباي على أربعة نزلها نفسها بدون البسط وخلي 2 باي أقول لأربعة في 2 باي 8 باي زاعد باي 9 باي على أربعة إذن هذا هو يساوي لي بالأصل باي على أربعة إذا أجدت مثلا 19 باي على أربعة هم منه أكتب باي على أربعة وهنا 2 باي هاي هي يعني نعتبرها نقطة البداية المضاعفات الزوايا نقول أجد هاي نضربها يلا سصير الجواب 19 شيئ كي طبعا هنا إلا سصير أربعة باي ليش لأنه أربعة باي في أربعة 16 باي 16 باي يبقى إياها يلا 16 نضيف 3 هنا لأنه هذه أربعة باي يعني وزاعد 3 باي على أربعة أربعة في أربعة 16 و3 باي 19 باي على أربعة إذن هذا هو قياس نفسه 3 باي على أربعة هذا هو بالنسبة وبعدين تقدرون تحولوها إلى القياس الستيني هذه الزوايا هاي بعدين نشرح لكم إن شاء الله بس أنا رأي توضح إنه المضاعفات الزوايا تبسطوها نفس الحالة بالنسبة الزاوية السالبة الزاوية السالبة خلينا أخذكم دواء المثلثية للزوايا المنتسبة شون نبسطها هذه عزاء الطلبة بالتحويل يعني هذه بعدين نأخذها بالدواء المثلثية نحولها إلى شون نقول زوايا ستينية هذه 19 باي على 4 نحولها إلى القياس الزاوية الستينية بعدين الموضوع ننجي عليه بس استري توضح لكم إنه منتجيكم الزوايا مضاعفات 360 أو مضاعفات 2 باي شنون نبسطوها تبسطوها على هذا الشكل هذه همنا بعدين إن شاء الله نأخذها موضوع ثاني بالدوال المثلثية الآن بالنسبة للزوايا المنتسبة للزوايا أو عفو النسبة المثلثية للزوايا المنتسبة شنون رح نستفاد من عدو ونطبقها مثلا إذا اجدت عندي مثال يقول أوجد ناتج ما يلي مثلا إجراد من عندي أوج الساين 120 شوفوا عزيزي الطلبة احنا عدنا الزوايا الخاصة اللي اخذناها قلنا 30 65 فهاي الزوايا 120 لازم أحولها من زاويا منتسبة إلى زاويا حادة على مو أقدر أعرف شقد النتيجة مالتها أول ما أجي مثل ما قلت لكم أحدد الزوايا 120 بي ربع واقعة رسم إذا رسمته هنا زاويا 0 90 180 هذه وبعدين 270 وبعدين 360 هاي المية وعشرين هي واقعة بين الصفر والمية وثمانين العفو التسعين ومية وثمانين هذه المية وعشرين محصولة بين تسعين والمية وثمانين فأنا استوضحت الكياها هذا لون قل يساوي ساين تسعين زائد الثلاثين أو نقول لها يساوي لساين مية وثمانين ناقص ستين هي لو هيت لو هاتي طبعا الزوايا هذه نسميها زوايا فردية هذه احنا سابقا انه عرفنا انه متممة الدوال المثلثية المتممة زوايا الدوال المثلثية راح اكتبلكم يا هنانا مثل الملاحظة عندما تكون الزاوية تسعين أو ميتين وسبعين فانه ناخذ الدالة المتممة لل دالة الموجودة في السؤال يعني مثل يش حيث ان الساين المتممة مات هو الكوساين هاي المتممة المتممة مال دالة الساين هي الكوساين والكوساين هو ايضا المتممة مات هو الساين يعني هذا انا خليت لكم بالاتجاه هذا هو هذا هو المتممة مات الساين هو الكوساين والكوساين ايضا هو المتممة مات هو الساين هاي يعني الساين المتممة مات الكوساين والكوساين هو المتممة مات الساين اما بالنسبة للدالة التان المتممة مات هي الكوتان والكوتان ايضا المتممة مات هو التان هاي متممة والسيكنت ايضا نفس الحالة السيكنت المتمماته هو الكوسيكنت والكوسيكنت المتمماته هي السيكنت هذي فهنا نحن منتجين الزاوية التسعين اخذ المتمماته هو الكوساين والزاوية الحادة نزلها بس انا اجي احسب الساين المية وعشرين احنا عدنا بالربع الثاني بالربع الثاني طبعا يكون فقط الساين هو الموجب بالربع الثاني اذا هذا يبقى موجب والناتج مالكوساين الثلاثين اللي هو بالزاوية الحادة يكون قيمته جذر ثلاثة على اثنين يعني هذا رح يساوي بالنتيجة جذر ثلاثة على اثنين كوساين ثلاثين رح يساوي جذر ثلاثة على اثنين القيمة ماتة موجبة هذا هو نفس نتيجة ساين مية وعشرين اما ذا حسبتها على مية وثمانين ناقص ستين فهاي زاوية زوجية يعني قصد مية وثمانين مو تسعين وميتين وسبعين فهاي شي احسبها ابقي نفس الدالة واخذ الزاوية الحادة وهميا هنا موجب يكون والساين الستين هو هم جذر ثلاثة على اثنين فنشوفوا طلع نفس الجواب هذا طبعا بالنسبة للزاوية ساين مية وثمانين قلنا لون نحسبه ساين تسعين وزال ثلاثين على مول يبقى مية وعشرين لون نحاوله بدلالة الساين مية وثمانين ناقص الزاوية ستين اذا خدت زاوية تسعين هاي الزاوية تسعين ومتيون سبعين انا اول الدالة المن للكوساين اللي هي المتممة يعني اولها المن الساين يؤول للكوساين والكوساين هم مين عكسه والتان والكوتان هم واحد عكس للاخ والسي كده كده واحد عكس للاخ فهذا اذا حسبتها على التسعين اقول له كوساين اول الزاوية الى كوساين ثلاثين واجهي اشوف اشارة الساين بالربعة الثانية لان هاي الزاوية بالربعة الثانية شي يكون هو موجب إذن قم موجب وهذا كوز ساين جذر 3 على 2 بالنسبة إذا جيت على الزاوية 180 أقول له هنانا الساين 60 لأن هذه الزاوية مو تسعين ومتين وسبعين تبقى نفسه وتبقى نفس الدالة وأخذ ساين 60 والستين هو الساين ما تجذر 3 على 2 طبعا هنا الإشارات بالنسبة للأربع بالربع الأول هي الكل موجبة تكون كل الدواء الموجبة الساين كوز ساين التان كوتان سيكت كوز سيكت كلها تكون بربع الأول موجبة بالثاني الساين موجب والمقلوب ماتة اللي هو الكوز سيكت هاي بعدين نجي إن شاء الله بربع الثالث يكون بس التان هو الموجب والكوتان أيضا وبربع الرابع الصير بس الكوز ساين هي الموجبة هذه هي بالنسبة لل الإشارات النسب المثلثية الهاي زوايا عزائي الطلبة هذا ما يسمح به وقتنا لهذا الدرس اليوم على أن نرتيقيكم في الدروس القادمة بإذن الله نستوجبكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة